موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد لسه بتكلم على معادلات ديناميك الرئي الجديدة الفيديو السادس قبل ان نخش في الفيديو لازم يكون عند رحضك مايكروسوفت سيكسي فايف او اوفيس سيكسي فايف عشان تعرف يطبق الامثال الموجودة في الفيديو ده لو عندك ايه فيرجون تانية مش هيشتغل عليها الامثالة ولا الفايل اللي هيكون موجود تحت الفيديو الفيديو هنتكلم على معادلة قوية جدا في رأيي هي اقوى معادلة من معادلات الديناميك الرئي وهي معادلة فلتر اقدر اعمل تصفية للجدول بتاعي عن طريق معادلة هنشوف طبعا اربع خصائص مع خمس امثالة اول واحدة فيهم هتكون ازاي اقدر استخرج من الجدول بتاعي معلومات من عمود واحد او من مجموعة اعمدة او اقدر استخرج معلومات من الجدول بالكامل ممكن استخدم خاصية واحدة او اكتر من خاصية عشان اعمل فلتريشن او تصفية للجدول هنشوف كلا انا ممكن استخدم الاند او ال اور كونسبت يعني ايه يعني ممكن اقول والله لو الخاصيتين دول اتحققوا هاتلي المعلومة او ممكن اقول لو سمحت لو خاصية واحدة فيهم بس اتحققت هاتلي المعلومة فالكونسبت اع الاند او ال اور الاثنين ممكن يشتغلوا مع الفونكشن بتاعة الافتنين واخر حاجة دماء خفيفة وظريفة لو حرق ما لقدش المعلومة بدور عليها بدلا ما تديني error لو سمحت اديني رسالة ممكن تقول لي not found ممكن تقول لي والله check your information او تقول لي حتى sell فضية بدلا ما ترجع لي error زي ما بيحصل فيه معادلات الlookup كمان اخر حاجة هنشوف ازاي ان المعادلات دمك قريب بصفة عامة وفلتر بصفة خاصة بتشتغل بشكل رائع مع الexcel tables لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download الexcel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما شتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك notification لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العاملين بالنهاردة عندنا قاعدة بيانات صغيرة فيها بيانات الموظفين بتبدأ من على الشمال staff ID بعد كده الاسم بعد كده العنوان متمثل في اسم المدينة بعد كده تاريخ التعيين والباند او الدرجة الوظيفية ويهي اخر حاجة الحالة الاجتماعية المطلوب انا باستخدام دلة filter اطلع شوية معلومات بدلات بعض الخصائص او بعض الكريتيريا اعمل تصفية أو filtration للجدول ده بدلات بعض الخصائص اول مثال معانا عايز اعمل filter بدلات خاصية واحدة وطلع معلومة واحدة او عمود واحد وهو العمود اللي فيه الفول نيم وعايز الفول نيم ده يطلع لي لما يكون الباند او الدرجة الوظيفية هي الدرجة A اعمل الكلام ده ازاي باستخدام filter هنقف على ال cell ونكتب equal وبعدين نكتب fil هيكتب لي معدد filter اعمل tab هيكتب لي الكلمة بالكامل ويفتح لي كمان القوس وابدأ امشي وراء التعليمات اللي مكتوبة هنا علشان ابدأ احط الحاجات المطلوبة جوه الفنكشن اول حاجة عايز مني الاري في الحالة دي الاري هي المعلومة المطلوب استرجعها او العمود اللي فيه المعلومة المطلوب استرجعها انا محتاج استرجع الفول نيم هروح على الشمال حلائق الفول نيم موجود في الكلوم بي اختار اول cell تحت الهيدر ودوسها لو شفتوا control مع بعض واعمل سهم التحت عشان اختار العمود بالكامل كتابي زي ما انت شايف الرينج من اول بي 2 لحد بي 21 كده الاري بتاعتي خلاص البرامتر اللي بعد كده او الارجمت بعد كده هو include فاعمل كاما عشان انقل على include وإنكلود يقصد بيها ما هي الخاصية اللي محتاج اعمل استرجاع البيانات بدلالتها او اعمل التصفية بدلالتها في الحالة دي طبعا انا محتاج ان انا اعلم على الاي هقوله لو سمحت اعيز الخاصية اللي موجودة في الsell J3 فحاختارها بالماوس وعايز اقوله لما يكون مساوي للقيمة اللي موجودة للعمود اللي موجود فيه الباند العمود اللي موجود فيه البند في الحالة دي هو العمود E هقف على أول سيل برضو وادوس على Shift و Control مع بعض واعمل سهم التحت هيختار لي من أول E2 لحد E21 تعالي لكده مع بعض الثاني الArray هو العمود اللي موجود فيه Full Name Include بقوله لو سمحت القيمة اللي موجودة في الجي 3 اللي هي قيمة A لو سمحت عملي مقارنة مع المعلومات اللي موجودة في الكلوم من أول E2 لحد E21 اللي هم يحتوي على البند ولما تلاقي الإجابة True لو سمحت أعملي استخراج للبيانات الArgument الأخير عشان أكتبه محتاج أعمل قامة كمان وبيقول لي If Empty يعني لو ملقيتش أي قيمة ينطمق عليها الشرط ده أعمل A طبعا دي Optional موجودة Between Two Square Brackets ممكن أتجاهلها تماما ولكن خلينا ندي Message مثلا والتكن Not Found ونقفل الدبل كوت وبعد كده أقفل القوس بتاع ال Function Filter وادوس على Enter عملي على طول لستة بالكامل فيها كل الأسامي بتاعت الناس اللي موجودة في البند A تعال نجرب نختار حاجة مش موجودة وليكن بند Z مثلا إداني Not Found ودي الرسالة اللي أنا أخططها له أندو عشان أرجع تاني Ctrl Z طبعا مش مترتبة ممكن أستخدم Function Sort Active Sort S O R Add Sort أعمل Tab حيفتح لي البراكت الأولاني أروح في الآخر أقفل بس البراكت وادوس Enter إداني القائمة مترتبة بشكل حالك شايفوا ده طبعا لو عايز معلومات أكتر عن صوت كنا عملنا عنها فيديو تفصيلي ممكن ترجع له حتلاقي اللينك بتاعه موجود دلوقتي في السكرين من فوق قبل ما نقل المثال اللي بعده افضل بعد كده حركة أنا عملت تعيينات جديدة أنا أسامي الموظفين دي متعين لحد سنة 2017 عندي هنا Digital Data موجود فيها مثلا الموظف إلى رقمه 2022 متعين في سنة 2020 ممكن أخده Copy Ctrl C واروح على الشيط الأصلية واروح على آخر line وكنترول V طب إيه اللي هيحصل طبعا ما فيش أي حاجة تحصل خد بالك هو Band X الوحيد اللي على Band X لو هنا حتى كتبت X زي ما انت شايف كده ودوست أنتر مش هلاقي أي حاجة خالص طبعا ده أمبر طبيعي لو عملت هنا Double Click هتاقي الاختيارات بتاعتي بتقف عند line 21 فطبعا لازم أطول الاختيار بتاقي لغاية تحت عشان ياخد معاه السطر الجديد وطبعا دي حاجة مش ظريفة كل مرة هزود معلومة هحتاج أن أنا أعدل في المعادلة بتاعتي عشان أتجنب الموضوع ده ممكن أعمل حاجة ظريفة جدا اتكلمنا قبل كده على أهمية الجداول وفي سلسلة بالكامل مشروح فيها أهمية استخدام الجداول وحتلاقي برضو اللينك بتاعها موجود في السكريين من فوق دلوقتي فتعالا نحاول نستخدم خاصية الجدول ونحول الـ Table اللي قدامنا ده إلى Excel Table Format إزاي أعمل كده هختار أي سل جوه الـ Range بتاعي ودوس على Ctrl T سيفتح هذا البوكس الصغير ويقول لي هل هو هذا الـ Range بتاعك مضبوط ويسألك إذا كان الـ Table بتاعك فيه هيدرز طبعا عندي هيدرز فحاسبها وقال له أوكي هتلاقي الواحد وحاول هالك إلى Table Format بالشريف حق شايفو ده وفتحت الحاجة اسمها Table Design ودي بتشتغل بس لما تكون واقف على الـ Table هروح على الشمال عشان أدي اسم للـ Table وليكن مثلا هسميه Stuff تعال بقى نعيد كتابة المعادلة مش محتاجة عيد كتابتها كلها تعال نحاول نعمل Edit طبعا هو المعادلة كده شغالة على قديمه شغالة بالـ Range أنا عايز المعادلة تقرأ عنوين الأعمدة وطبعا برضو كان فيه كان فيه فيديو تفصيلي بيشرح ازاي استخدم عنوين الأعمدة مع معادلات الـ Excel لما تكون بشتغل مع الجداول اللينك بتاعه هتلاقي برضو موجود دلوقتي تعال نعدي بقى على حتة حتة صورت معديش فيها مشكلة بالنسبة لفلتر تعال نقف جواها أول حاجة عايز الأري الأري بتاعتي اللي هي من أول بي 2 لحد بي 21 عايز أبدلها بالعمود اللي اسمه بي فلو وقفت أو بالعمود اللي اسمه full name بقى أنا أشغال جوا جدول فلو وقفت كده زي ما حاك شايف كده على الهيدر بتاع الجدول حلاقي فيه سهم صغير لو دست بس على السهم الصغير ده على الهيدر بتاع العمود بالسهم الاسود ده هتلاقي هنا في الفهم البول كتاب لك اسم الجدول وبين 2 سكوير براكت كتاب لك اسم العمود اللي حتى اخترته طب تعال نروح بعد كده على include جي تناتا مش هغير فيها حاجة ولكن range e tour 1 e 21 عايز أستبدله نفس الكلام بالعنوان بتاع العمود بتاع الباند فحقف برضه واختار هيكتب لي staff وبين 2 سكوير براكت باند معنا كأنه هو معلم على العمود بالكامل وحدوث على enter طبعا في الحالة دي خلاص انا كده دخلت معايا المعلومة الجديدة مفيش مشكلة خالص طب اف بعد كده ضيفنا بقى معلومات جديدة روح تاني على additional وروح اختار ال record اللي بعد كده control c روح على data الاصلية اول سطر فاضي تحت الجدول control v الجدول بيكبر لوحده الراجل ده موجود على band z هو الوحيد على band z تعال نكتب كده هنا هو z ودوس enter مفيش مشكلة شغالة معاك تمام يبقى الافضل لما تكون شغالة دمك array بالطريقة دي بعمل filtration الاحسن اكون بتعامل مع tables عشان نيفضل الموضوع ده بشكل كويس قوي تعال نروح على المثال اللي بعد كده في المثال اللي بعد كده انا محتاج استخرج بيانات بالكامل بدل ما كنت بجيب بس الاسم لانا عايز البيانات بالكامل من اول stuff id لحد status والكراتيريا بتاعتي ان يكون الراجل ده متعين بعد تاريخ 21-12-2016 تعال نكتب مع بعض مش هنختلف كتير هندوس برضو على equal وحبدأ اكتب معادلة filter fil ال اول معادلة جات لي filter tab فتح لي البراكت تعال نختار الري المرة دي الري هتكون الجدول بالكامل طبع عشان اختار الجدول بالكامل ممكن ابدأ اختار من فوق كده واروح بالجنب لغاية ما وصل لأول الجدول وهليه كتاب لي اسم الجدول فوق او لو مش عايز اعمل كده ممكن لو عملت كده واختارت السهم اللي في الكورنر ده ودوست عليه نفس الكلام هيكتب لي اسم الجدول بالكامل ممكن كمان اكتبه بأدية نعمل كاما عايز بعد كده الانكلود نفس الكلام بالضبط مش هيختلف المرة دي انكلود هيكون موجود في الهايرنج ديت طب تعال كده هاول نكتب بأدية المرة دي لو كتابت استي حلاقي زي ما انت شايف اداني اسم الجدول كاوبشن من الاوبشنز اللي موجودة عندي واداني حتى قابليه علامة جدول كده فكده انا فاهم ان انا كده واقف على الجدول double click عليه كتاب لي stuff المرة دي زي ما قلنا انا عايز عمود معين جوه التابل فهفتح سكوير براكت والمرة دي هاختار عايز اختار الهايرنج ديت لو دوست على اتش هيديني اختارات الهايرنج ديت double click عليه كتاب لي هيرنج ديت وممكن اقفل السكوير براكت طب المرة دي عايز اقار الهايرنج ديت بحاجة معينة اه طبعا عايز اقارنه بالتاريخ اللي موجود في ام تلاتة بس المرة دي هستخدم الاوبريتور بتاع اكبر منه كاني بقوله اي حد تم تعيينه وبعد تاريخ 11.16 لو سمحت انا عايزه معي فهاختار ام تلاتة بعد ما حط علامة اكبر من بعد كده كاما واف ام تي ممكن اعمل اتنين دابل كود كده فاضي بينهم مفيش بينهم اي حاجة او لازئين في بعض معناها لو ما لقيتش الاختيار اللي انا حطه او ما لقيتش الاختيار اللي انا حطه لو سمحت حط لي سيل فاضية واقفل القوس ودوس على انتر هتلاقي كل الناس اللي اتعينت بعد تاريخ 11.12.16 ودي راجع كده معي 17.17.17.17.20 ناس كلها هتعينت بعد هذا التاريخ طب تعال بعد كده نصعب الموضوع شوية لو عندي بقى اتنين كريتيريا انا محتاج اختار من جوة التابل ده الناس اللي سكنة في الكس في اسكندرية وكمان البند بتاعها هيكون باند ايه وعايز استرجع كل البيانات زي ما عملنا في الجزء اللي هنا طبعا ده معناها ايه معناها الكس و باند ايه يعني محتاج ان انا اللوجيك بتاع اند هو اللي يكون موجود يعني اللوجيك بتاع اند يعني لازم الخاصيتين يكونوا true المقارنة اللي هتطلع تكون true بالنسبة للخاصيتين طب نعمل كده ازاي في معادلة فلتر مفيش مشكلة تعال نقف على السل بتاعتنا وندوس equal fil tab عشان نفتح filter القرية نفس الكلام هتكون ال table بالكامل ممكن نكتب على tool stuff tab اختار لي table بالكامل زي ما انت شاف على الشمال اهو اعلم عليه مفيش مشكلة include اول خاصية هتكون على ال address طيب قبل ما احط ال address بتاعي تعال افتح قوس لان احط خاصيتين فكل خاصية او كل criteria هتكون جوا قوس هفتح القوس الاولاني وعندي اول حاجة محتاج برضو من stuff هو table الوحيد اللي عندي محتاج منه ال address افتح square bracket a d جاب لي ال address اعمل tab اقفل square bracket اختار لي ال column بتاع address اهو اعلم عليه بالاحمر محتاج اقارنه مع alex مع اسكندرية ادوس equal واروح على alex واختارها واقفل القوس كده خلصنا الكراتيريا الاولانية محتاج اعمل كده مرة كمان مع الباند ولكن ما بين الاثنين محتاج احط علامة الضرب طب ليه احط علامة الضرب لان علامة الضرب هي تمثل ال operation بتاعت and نفتح bracket تاني وتعالى نبدأ نتشتغل في الخاصية التانية نفس الكلام نتبرل اسم مصطاف اعمل tab افتح square bracket المرة دي اعايز الباند بي اي جاب لي الباند اقفل square bracket وتعالى نقرنه بي اللي موجود في cell j 17 وتعالى نقفل القوس وبعد كده نعمل comma واف empty نفس الكلام double code فاضيين اقفل bracket ودوس enter عشرة على عشرة جاب لك الموضوع الكله بالكامل ادي الناس اللي موجودة في Alex وفي نفس الوقت الباند بتاعها هو باند ايه تعالى نغير الخاصية دي الناس باند ايه اللي في السويس مفيش مشكلة جاب لي واحد بس موجود في السويس والباند بتاعه هو باند ايه شوفنا ازاي نستخدم الان تعالى بقى نشوف الاور المرة دي انا عايز يكون اما ساكن في عنوان معين او اتعاين قبل تاريخ معين واحد دي يكون ساكن في الجيزة ويكون اتعاين قبل تاريخ واحد وتلاتين اتناشر الفين وخمستاشر ونشوف ازاي ممكن نعمل القصة دي ولكن باستخدام اور بدل اند يعني اي من نشاطين هتحقق اما يكون ساكن في الجيزة اما يكون اتعاين قبل الفين وخمستاشر تعالى نوقف هنا اهو حدوس على equal وابدأ اكتب ف اي ال تاب القرية بتاعتي هتابل بالكامل حكتب ستاف اس تي ايه تاب اعلم على الجدول بالكامل include هفتح قصين عشان فيه خاصيتين اول واحدة برضو موجودة في الجدول اسمه stuff هيكون موجودة في اول حاجة ال address بحتاجه a d تاب اقفل square bracket اعلم لك على ال address بص على الشمال المربع الاحمر حقرنه بايه؟ حقرنه بالجيزة وبعد كده اقفل بتاعي وبعد كده بدل مع عملية ضرب عشان كنت بعمل اند في ال or هعمل عملية جمع افتح square bracket تاني عشان الخاصية التانية هنانكلود المرادة هنانكلود برضو ال staff ولكن محتاج المرادة ال hiring date square bracket ادي ال hiring date ممكن بالماوس double click مفيش مشكلة اقفل square bracket عايز ال hiring date يكون قبل يعني هستخدم اقل من وقادي التاريخ 21-12-2015 اقفل ال bracket كما واثنين double click مفيش بينهم اي حاجة عشان يديني empty cell وبعد كده اقفل ال bracket بتاع filter ودوس على enter هتلاقي كل الناس فعلا موجودة قبل 2015 وهتلاقي بعضهم في الجيزة وبعضهم مش في الجيزة طب نحاول نختار حد يكون متعين بعد 2015 بس يكون في محافظة تانية فتعاي ناخد مثلا محافظة لقصر ونشوف ايه اللي هيحصل اكتب لقصر ودوس enter هتلاقي راجل بتاع لقصر جالك ورغم انه متعين بعد 2015 فمعنى كده ان ال اور شغالة بشكل مظبوط كل الناس اللي قبل 2015 بغض النظر هم سكنين فين واي حد في لقصر بغض النظر عن هو اتعين فين خد بالك المرة دي احنا عملنا multiple criteria بينهم اور logic وخرجنا اكتر من column معلومة اجاية من اكتر من column بس خد بالك الخاصيتين كل واحدة موجودة في عمود مختلف واحدة كانت في عمود بتاع وواحدة موجودة في عمود الادرس تعالى بقى في المسال الاخير نشوف لو لتنين موجودين في عمود واحد هل ممكن اعمل نفس القصة دي ولا لا بمعنى ايه؟ لو انا مثلا قلت لك انا عايز الناس اللي سكنة في الجيزة وعايز برضو الناس اللي سكنة في اسكندرية يعني المرة دي الخاصيتين موجودين جوه نفس العمود هل ممكن اعملها؟ اه طبعا هعملها بشكل مشابه جدا تعالى نكتب مع بعض المعادلة equals fil tab عشان فلتر القرية بتاعتي نفس الكلام table بالكامل اول حاجة انا محتاج العمود بتاع ادرس او ال column بتاع ادرس برضو حكتب staff STA tab اختار يا باشا الادرس tab اقفل square bracket حقرنو بالجيزة طبعا ننسينا نحط الاقواس مفيش مشكلة نحط قوس هنا ونحط قوس هنا عشان فيه خاصية تانية فطبعا هستخدم ال plus وافتح قوس جديد انا محتاج ال staff تاني نفس table ونفس العمود تاني اللي هو الادرس حقرنو المرة التانية بمحافزة اسكندرية هنقفل القوس نعمل كمع عشان نخش على البرامتر الاخير اللي هو not found هنحط اتنين double quote ونقفل البرامتر الاخير وندوس على enter جاب لك الناس اللي في الالكس والناس اللي في الجيزة ده كل حاجة عن filter شكرا جدا وارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو وقبل ما يسيبكوا لو لسه ما شكش في القناة ما صح تشترك ويعمل لك الفيديو لو عجبك واسب لي تعليق واشوفكوا في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته